ايضا بيتكلم عن اساس هذه النعمة وهذه الوحدة بيحط يعني الليستة او فضاء المسيحية بيتكلم عن التواضع يعني التواضع هو بكل بساطة انك تحط توضع المسيح اولا والتواضع هو بكل بساطة ان لا يرتقى الانسان فوق ما ينبغي ان يرتقي لا تكون اكتر ولا اقل لكن تكون الشخص اللي الرب دعاك وتكون مقدم الاخرين بالتواضع الله يقاوم المستكبرين اما المتواضعين يعطيهم نعمة المسيح كان متواضع ثم بيتكلم عن الوداعة الوداعة كلمة جميلة جدا في طياتها تحمل طبعا التواضع لكن الوداعة هي القابلية للتعلم يعني فيه تواضع انا اتعلم واستفيد اكتر لكن الوداعة هي اكتر القوة لكن تحت السيطرة الانسان القوي الغير متزعزع مش اي شيء ممكن يزعزعه لكن هذه القوة تحت سيطرة الكتاب المقدس بيتكلم عن موسى كان حليم اكثر من كل الناس الكتاب المقدس بيتكلم عن يسوع يسوع نفسه قال تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب فالمسيح الوديع فيتكلم عن هذه الوحدة وانه نجتهد بهذه الوحدانية لانه فيه تواضع فيه وداعة ثم بيكمل طول انا طول الانا هو ثمر الروح فالانسان بيصبح مش بس صبور بيتحلى بمزايا بصفات الهية اي ممتلئ من حضور الله ثم يقول احبائي جسد واحد يعني هذه الفضاء اللي بتقود انه انه احنا ندرك شيء مهم السبب او الهدف والنتيجة بنفس الوقت ليه هذه الوحدة لان الكتاب بقول يقول احنا جسد واحد بغض النظر يعني اذا كنت عدو او قريب في المسيح لما بتآمن كلنا جسد واحد اليوم في عنصرية بين مؤمنين جايين من بلد معين ضد ناس من بلد اخر لكن بيتكلم عن جسد واحد هو جسد المسيح شعب الله الذي يضم المؤمنين المدعوين الى جسده وايضا يقول روح واحد هذا الروح هو الروح القدس اعتمدنا لجسد واحد وصوقينا بالروح الواحد رجاء واحد كلنا من انتظر مجيء المسيح ثانية ثم يقول رب واحد هو رب واحد يسوع المسيح ثم بيتكلم عن بواصل عن معمودية واحدة نحن ايضا اعتمدنا لجسد واحد وصوقينا عندما امننا بالمسيح امتلأنا وسكن الروح القدس فينا ابن واحد وهكذا كل هذه الامور بتعبر عن الوحدانية لكن الكنيسة هي اللي بتعكسها انت ادى للانقسام ام ادى للوحدة انا بصلي ان المسيح يغير حياتك اليوم حتى تكون رسالة حية لهذه الوحدة وانك تسلك بالفعل كما يحق للدعوة رب دعانا من الظلمة دعانا للمجد دعانا حتى تكون ابن وبنت للرب نحب نسمع منك